الميزينتري أو ما يسمى بالمصاريقة وما تتريقش على الاسم لأن دي لغتنا ولابد من أننا نعتز بيها المهم الميزينتري عبارة عن طابقة مزدوجة من غشاء الصفاق اللي هو بيروتينيوم دوره أنه بيحيط بالأمعاء ويثبتها في مكانها لأنه بيوصلها بجدار البطن ده غير أنه بيغلف الأوعية الدموية واللمفوية والأعصاب المتصلة بالأمعاء الدقيقة بعد كده ندخل على النوع الثاني من الطابقة المزدوجة للبروتينيوم وهي الأمينتم وده دوره أنه بيثبت المعدة في مكانها ويوصلها بالأعضاء الثانية الموجودة حواليها الأمينتم بيتقسم لتنين جريتر أمينتم وليزر أمينتم الجريتر أمينتم مليان بالدهون وبيغطي البطن بداية من المعدة في الأعلى بحيث أن الجريتر أمينتم بيوصل بين الجريتر كيرفيتشر للمعدة وبين الترانسفيرس كولون والسبلين بينما الليزر أمينتم بيوصل بين الليزر كيرفيتشر للمعدة والديدونم وبين الليفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر